بعد أشهر من تحرير مناطق واسعة في مديرة حيران بمحافظة حجة عاد الجيش الوطني ليوسع من دائرته في المنطقة والامتداد إلى خارجها مقترباً من مديرية مستبع مؤخراً وفي الشرق من المديرية وبتغطية جوية من التحالف شنت قوات الجيش الوطني عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي وحررت من خلالها منطقة العوجاء ومزارع عدة على تخوم مديرية مستبع العملية العسكرية التي شنها الجيش خلفت قتلى وجرح من عناصر الميليشيا والسولى خلالها الجيش على أسلحة متنوعة بهذه العملية تكون قوات الجيش الوطني قد وسعت من سيطرتها على الأرض في المنطقة العسكرية الخامسة وعملت على تأمين منطقة العوجاء التي كانت تتخذها الميليشيا مركزاً لقصف قرى الدير والظهر والسعادة في حيران ومع تقدم الجيش الوطني في المنطقة الخامسة تحافظ القوات في المنطقة السادسة على المواقع المحررة من الهجمات التي تشنها الميليشيا بين الحين والآخر آخر هذه الهجمات كانت على سلسلة جبال الأزهر في جبهة رازح بمحافظة صعدة لكن قوات الجيش الوطني كسرت الهجوم وأجبرت المجامع المسلحة لميليشيا الحوثي على التراجع بعد معارك عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحاً وتكتسب جبال الأزهر أهمية عسكرية كبيرة كونها تطل على عدد من مديريات محافظة صعدة أبرزها شدا ورازح حيدان ومنطقة مران المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي في المحافظة